نروح لماتشل النهارده بقى النهارده أول مباراة رسمية للنادي الأهلي من يوم 28 ديسمبر اللي فات اللي اليوم اللي حضراتكم فاكرينه زي ما أنا فاكره كان نهائي كاس السوبر قدام مودرن فيوتشر واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-2 وتدويجه بالبطولة في دولة الإمارات الشقيق النهارده مباراة صعبة جدا 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 وقوية قدام منافس صعب بيلعب على أرضه وبيجيد اللعب على أرضه وسط جماهيره والنادي الأهلي زي ما قلنا على بعض متخوف لأن آخر مباراة رسمية للنادي الأهلي كانت من خمسين يوم مسافة يعني فترة كبيرة جدا والفريق الجزائري لعب في الفترة دي يمكن عشر متشاف الدوري كان شغال فريق شباب بالوزداد كان بيلعب ماتشاته وكان نتائجه كانت كويسة وهو المجموعة بتاعة النادي الأهلي مجموعة متشافة شوية مع جموعة معقدة كله قريب من بعضه فالماتش عندك بيفرق حتى النقطة أنا وجهة نظري النهاردة إن النقطة بتفرق هو فريق بيلعب النهاردة شباب بالوزداد على أرضه هو بيحتل المركز الثالث في المجموعة اللي النادي الأهلي بيتصدرها ولكن كل الفرق عندها أمل إنها تعدي للدور اللي جاي لأن النقاط كلها قريباً بعد يمكن النادي الأهلي وشباب بالوزداد هم الفريتين الوحيدين في المجموعة اللي لعبوا ثلاث مباريات بس وبيعبوا النهاردة المباراة المؤجلة النادي الأهلي النهاردة بيبحث عن تأمين الصدارة يمكن ميستر كولر مبارح في المؤتمر الصحفي قال أنا ببحث النهاردة ماتش النهاردة على الثلاث نقاط أنا جاي أكسب والمكسب النهاردة حيودي النادي الأهلي في حتة تانية بعيد عن الثلاث أندياي اللي تحتيه ثلاث أندياي بقى اللي تحتيه تتصارع مع بعض علشان تشبك ولا تلحق النادي الأهلي في إنها تعدي يعني وراء مش حاسمة إنها تدخل الدور اللي جاي ولا مش تدخل الدور اللي جاي ولكن وراء مهمة جداً 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 الثلاث نقاط النهاردة للنادي الأهلي هيعدوا في حتة تانية خالص بعيد عن حزبة بيرما بقى مش عايزين نخش في حزبة بيرما اللي احنا بنخش فيها كل سنة يمكن في ناس كانت بتتفائل إن النادي الأهلي لما بيطلع في المركز التاني في دور المجموعات بيأخذ البطولة ولكن المرة دي النادي الأهلي إن شاء الله في المركز الأول على طول بإذن الله من دور المجموعات للمباراة النهائية متش لو فكركم حضراتكم بالمباراة الأولى اللي جمعت النادي الأهلي شباب لوزداد في الجولة التالتة وكانت بتقام في بورج العرب شفنا شوت أول سيطرة كاملة من النادي الأهلي سيطرة كاملة يمكن أضاع النادي الأهلي خلال هذا الشوت أكتر من خمس أو ست أهداف وصدفوا فيها سوق حظ وسوق توفيق بطريقة غريبة جدا 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 الشوت الثانية لو تكروا حضراتكم هبط المعدل البدني شوية للنادي الأهلي خصوصا آخر تلت ساعة وابتدت تخش فرقة شباب لوزداد في المباراة وقدروا يهجموا النادي الأهلي في أكتر من هجمة ولكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل السلبي التعادل ده يعني عرقلنا شوي يعني وقفنا شوي كنا عايزين طبعا المكسب اللي احنا بنبحث عنه دايما خصوصا انه كان على أرضنا ولكن قدر الله ومشاهد فعل النهاردة بإذن الله مباراة صعبة ظروفها صعبة عندنا قصابات كتير غيابات كتير خمسين يوم مفيش مباريات قد نلاحظ بقى النهاردة ان مستر كولر ممكن يعدل من أفكار هنشوف هو هيعمل ايه عنده مشكلة في خط النص عنده غيابات كتير فهنشوف النهاردة هو هيعمل ايه انا وجهة نظري وجهة نظري ان غيابات النادي الاهلي النهاردة هتكون في بعض المراكز مؤسرة هتكون في بعض المراكز مؤسرة خصوصا انها جاية بعد غياب كبير وانت محتاج كل لعيف ومباراة خارج الأرض هنشوف الميستر كولر بيفكر ازاي النهاردة انا ما اعتقدش ان هو هيجاسب من البداية هيبقى ضغط من قدام اعتقد لا لان الخمسين يوم دول صعبين جدا خصوصا في النواحي البدنية وانت عندك شوت تاني والفرقة دي بتلعب بقالها شهر وشوية اللي احنا مرايحين في يوم بتلعب مباريات بصفة مستمر غيابات الاهلي النهاردة كتير محمد الشتناوي حارس المرمة بيرسي تاو آليو ديانج وفيه محمود متولي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضوي كريستو دول كلهم اصابات وبيغيب احنا بتكلم على اللي في القايمة بيغيب كمان عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفالي وآحمد نبيل كوكا طبعا عمر كمال والزنفالي هم مش مخيضين بيغيب كمان أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادل كل الغيابات دي احنا بتكلم على فرقة بتكلم على تسعة عشر لعيبة فيهم ناس غياباتها مؤسرة ده مليون المية مليون المية حتى الوافد الجديد وسام أبو علي بعد ما جه لعب ماتشنو الدين وتصاب بعد كده في التدريب كلها غيابات مؤسرة لعيبة أساسية بتتكلم على فريق كامل بيغيب عن الأهلي النهاردة مش بقول موررات ما بقولش مبررات إن شاء الله النادي الأهلي يقدم ماتش كويس وإن شاء الله نحقق نتيجة أجابية وإن شاء الله نرجع بالمكسب والثلاث نقاط بإذن الله رب العالمين ده إن النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم دايما بيسعى لحاجة واحدة إنه هو يكون على القمة يكون هو المتصدر يكون هو في المركز الأول إن شاء الله مباراة قوية وصعبة نعارف بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة مباراة صعبة على الفرقتين على فكرة بس النادي الأهلي ده كبير أفريقيا النادي الأهلي كبير أفريقيا إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يوفق ميستر كولر يوفق في إدارة المباراة وإن شاء الله النادي الأهلي يرجع بالمكسب من الجزائر